استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في أول زيارة له لمصر والوفد المرافق له وعدد من المشؤولين الحكوميين ومماثل مجتمع الأعمال الأرميني عقب الاستقبال استحب مدبولي رئيس الوزراء الأرميني في جولتين ببعض أرجاء مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية وتوقفا عند نقطة تستشرف معالم الحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم عقد رئيس الوزراء لقاءا مع نظيره الأرميني والوفد المرافق له وأكد مدبولي أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي ترجع إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الألاف من الأرمن مؤكدا تمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن تطلعه لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تستضيفها القاهرة قريبا مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر